أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال البلو الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من طريتنا أو لتعودن في بلتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عذنا في بلتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال البلو الذين كبروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجبة وأصبحوا في دارهم جاذبين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوه الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم الكافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغدة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحوا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يكتيهم بأسنا بياتا وهن نائمون أو أمن أهل القرى أن يكتيهم بأسنا ضحا وهن يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ آلِذُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذْنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فاتبها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبات بيه ونزع عاده فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقام وأرسل في المدائن آشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرد فرعون قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلموا صاغرين وألقي السحرد ساددين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتمه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منطلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملو من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون قالوا موسى لقوم يستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأدينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والغمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فدع وقومه وما كانوا يعنشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعرفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء دبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل برعون يسمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجمى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح كل شيء موعوة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ودقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من خليهم عجلا جسدا لهم خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بكس ما خلبتموني من بعدي أعجلهم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب يغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات المتابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن نوسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهم واختار نوسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهنبتهم من قبل وإياه أتهلبنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال على أبي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون والتون الزكاة والذين هم بآياتنا ينهون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وإنهام عن الانكر ويحرم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباكث ويضعهم قصرا والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلدون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليك جميعا الذي له السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهددون ومن قوم موسى مدن يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم وثنتين عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاق الحجر فانبجست من وثنتين عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم ووللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم من وسلوا كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يعلمون وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسدين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غيرا الذي طيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يعلنون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البعض إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلغ بما كانوا يفسقون وإذ قالتكم همتكم منهم لم تعون قوما الله يهلكم أو أعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة لنا ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينون عن السماء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عمانه وعنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ تأذل ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسموه العذاب إن ربك لسريع المقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناه في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالأسنات والسيئات أعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورد الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يأخذ عليهم ميتاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع به خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل البطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوا فمذله كمذل الكلب إن تحمل عليه يلهذ أو تتركه يلهذ ذلك مذل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدين ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ينحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا نعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالعق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجون من حيث لا يعلمون وأولي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه وإلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اغترب أجلهم فبأي حديث بعدهم يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويدرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغدا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعاوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا لهم شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شرفاءكم ثم كيتون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وترىهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزل فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدون في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآيتهم قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبينك إنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعلهم الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فذبتوا الذين آبا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأجبار ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رما ولي بدي المؤمنين منه بلاءا حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعوا ولا تكموا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله سموا البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يطييكم وعلموا أن الله يقول بين المر وقلبه وأنه إليه ترشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد عقاب واذكروا واذكروا إذ أنتم قليل واستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيتكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر النظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكدين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الأق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يخدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كبروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كبروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كبروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقادلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل مول الله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير